مهرجان الزهور والحدائق بينبع هو قصة نجاح فريد من نوعه امتد لعشر سنوات من التمييز والإبداع وذلك للترويح عن النشاطات التي تقدمها هذه المدينة وإيجاد برامج جديدة منمية للحس الجمالي والذوق الفني الرفيع لدى الزائر لما يحمله المهرجان من فكرة جميلة تعمل على إلقاء الضوء على اهتمامات أخرى غير مسبوقة تأتي جميعها لتمنح مدينة ينبع الصناعية طابعا متميزا وتفتح لها آفاقا رحبة من الجمال والترفيه فكرة المهرجان بدأت من عام 2002 تقريبا قصة جميلة بدأت بمكان متوسط يعني ما كان بالحجم الحالي اللي تشوفوه ولا الحمد كل سنة كان في تطوير إلى أن وصلنا الآن المهرجان الحادي عشر بالشكل اللي الآن ظاهر لكل الزوار استمرت في التطور استمرت في أخذ التفاصيل أكثر في إضافة جوانب جديدة للمهرجان إلى أن وصلنا إلى ما وصلنا إليه اليوم الحدث الأبرز والأهم في المهرجان السجادة الزهورة يقونة مهرجان الزهور الحدائق يقول لهذا العام اخترنا لها تصميم عزيز جدا علينا نحن في الهيئة الملكية كون أحد المنظمات الحكومية التي تعول عليها الدولة الكثير لتنفيذ هذه الرؤية اللي هي رؤية عشرين ثلاثين والسجادة والله الحمد استطعت قسر رقم قياسي والذي كانت تملكه مدينة ميكسيكو سيتي والله الحمد استطعنا نكسر رقم قياسي وندخل مرة أخرى إلى موسوع الجنس المرة الثانية لهذه السجادة الحمد نحن الآن واقفين على مطل السجادة والذي يلاقي إقبال جدا كبير من كل مرتدي وزوار مهرجان الزهور الحدائق لاستمتاع مشاهدة تكبر السجادة الزهور في العالم في مهرجان الزهور الحدائق نبدأ لإعداد المهرجان من ثاني يوم من انتهاء المهرجان السابق ويمكن هذا هو اللي يميز المهرجان أولا نضع خطة واضحة وهداف نسعى لتحقيقها والله الحمد يعني دائما معظم الهداف التي نضعها في بداية التخطيط نستطيع من إنجازها هذا العام المهرجان اتخذ أو أخذ منحنة جديدة في التطور إضافة أركان جديدة ويمكن يكون من أفضل الأركان والهم الأركان هذا العام حديقة الفراشات وهي الأولى على مستوى المملكة والحمد لله لقيت إقبال جدا مميز من الزوار وحاجة جديدة يعني على المحافظة بالكامل أو على المملكة يعني احنا يمكن تكون كان في ترتيب من ثلاث سنوات لإقامة حديقة الفراشات يعني الحمد لله بعد ثلاث سنوات من التجارب قدرنا على الأقل نخرج بحديقة جيدة يستمتع فيها طبعا الزوار وخاصة أطفال وخاصة فيها مجال تعليمي كبير يعني في الحديقة لا تقدم فقط شاهد الفراشات ولكن فيها جزء تعليمي مهم لزيارة المدارس في فترة صباحية المحرك الرئيسي لتطوير المهرجان هم زوار المهرجان وسكان مدينة ينبع الصناعية نحن محظوظين بوجود سكان على مستوى عالي من الرقي والثقافة يساعدوننا في التطوير معظم ما يطلب الزوار يشوفوه العام اللي بعده موجود منفذ في المهرجان ويمكن هذا الشيء اللي نسعد فيهن كما يتضمن المهرجان العديد من الأقسام ذات الأهداف التربوية والثقافية والترفيهية وقد حقق المهرجان نجاحات عديدة في الأعوام الماضية ودخل موسوعة جينيس للأرقام القياسية من خلال سجادة الزهور كأكبر سجادة زهور في العالم ولا يزال محتفظا بذلك الرقم حيث تم زراعة مئات آلاف الزهور والحوليات ضمن لوحات فنية رعية في تصميمها جوا من الخضرة المشرقة وألوان مختلفة من الزهور الساحرة ليساعدني أكثر أنا كرئيس المهرجان وجود مجموعة كبيرة أو فريق عمل متكامل من السعوديين يقدروا يوصل المهرجان إلى إن شاء الله نقطة أبعد من اللي هو فيه الآن وجود دعم ورعاية كاملة من سعادة الرئيس التنفيذي للهيئة الملكية الدكتور عنا نصيف واللي ما يبخل دائما علينا بحلول وتسهيل تدليل كافة المعاوقات اللي تكون دائما في التنفيذ أو في موضوع التصميم أو موضوع الإخراج النهائي للمهرجان والله الحمد نحظى بدعم أيضا من كل قطاعات للهيئة الملكية من كل الإدارات وهذا يمكن اللي يميزنا في الهيئة الملكية هذا العام يعني أعداد الزوار فاقت كل توقعاتنا يعني قد ما عملنا أو كل الأرقام اللي تم وضعها تم تجاوزها من ثالثة ورابع يوم في المهرجان أخي تاما أشكرك أخوي غعايد نشكر لكم زيارة المهرجان نشكر قناة المجد اللي دائما سباقها في تقديد المهرجان كل عام كان معكم عائض الهجهاجي ينبو اشتركوا في القناة اشتركوا في القناة